بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله أما بعد إذا قررت أن تتوكل على الله تبارك وتعالى لكي تحصل على شيء معين أو لكي يصرف الله عنك شيئا معينا فإن الذي أردته سوف يحصل سوف يحصل إما أن يحصل هو بذاته أو أن يحصل لك ما هو أفضل منه إلا إذا كان توكلك ضعيفا فإن حصول ما تريد قد يتأخر ومقدار التأخر يكون بحسب مقدار التوكل في قلبك كان التوكل أضعف تأخر أكثر طيب أنا توكلت لكن كيف أعرف توكلي قوي أم ضعيف هذا شيء قلبي يعني صدقة لها رقم أستطيع حسابها الصلاة لها ركعات يمكن أن أعرف عددها لكن كيف أعرف التوكل كيف أقيس توكلي هل هو ضعيف أم قوي يمكنك ذلك يمكنك أن تقيس توكلك بحسب أثر التوكل عليك الآن كيف تعرف هل أنت سعيد أم لا السعادة شيء قلبي لا تراها بالعين ولا تقيسها بالعدد أو الوزن لكنك تعرف سعادتك بآثارها فإذا كنت مرتاحا دائما مبتسم لا تغضب وتتطايق لأدفه الأسباب منشرح الصدر إذن السعادة في قلبك كبيرة أما إذا كنت تحس بوحشة في صدرك وقلق يعني أشياء كثيرة من التي كانت تفرحك ما عدت تجد لها طعما تتضايق لأدفه الأسباب لا تستحمل أحدا إذن هنا سعادتك ضعيفة أصلا ربما لا تكون سعيدا بالمناسبة موضوع السعادة هذا كله له حل لكن ليس هو موضوعنا اليوم الشاهد أنه كما أنك تعرف حجم سعادتك بآثارها عليك فيمكنك أيضا أن تعرف هل توكلك قوي أم ضعيف بناء على آثار التوكل عليك ما هي آثار التوكل؟ ثقة طمأنينة عدم اضطراب إذا كنت قلقا وغير مطمئن مع أنك متوكل على الله فهذا توكل ضعيف وما إذا كنت واثقا مرتاحا وكأن الشيء الذي كنت تريده قد حصلت عليه أصلا هذا التوكل قوي موسى عليه السلام لما لحقه فرعون ومن معه ووصلوا إلى البحر وقال أصحاب موسى إنا لمدركون خلاص سنموت البحر من أمامنا وفرعون جنودا من خلفنا قال موسى عليه السلام في تلك اللحظة كلا ما قال لا قال كلا إن معي ربي سيهدين كيف موسى عليه السلام ما يعرف لحد الآن ما أخبره الله تعالى أنه سيضرب البحر وأن البحر سينفلق وسيعبر هو ويغرق فرعون الله تبارك وتعالى ما أخبره ما يعرف لكن مع هذا قال كلا إن معي ربي سيهدين وإذا كان هو لا يعرف فإن الله عز وجل يعلم كيف ستكون النجاة لماذا لأنه توكل قوي جدا وأنت كذلك إذا كنت مطمئنا واثقا بالله ومتيقنا بأنه سيأخذ بيدك للسعادة لأنه وعدك بأنه حسبك من يتواكع الله فهو حسبه عنده لن تقلق هذا توكل قوي متوكل قوي دائما فرح مطمئن لا يضطرب أبدا لأنه يعلم أن رغبته إن كانت خيرا فستتحقق ولو متأخرا وإن لم تكن هذه الرغبة خير فلن تتحقق فهو قد أراح نفسه من التردد والتشكك والتفكير ببساطة إذا كانت هي الأفضل لي سيختارها الحكيم سبحانه لأنني أثق به جل جلاله أثق باختياراته وإن كانت ليست هي الأفضل لي أو ليس هذا هو وقتها فسيصرفها الذي هو أرحم بي مني ومن نفسي ومن أمي فيا الله كم هو متميز هذا المتوكل إنه رفع أمر نفسه إلى ربه ليفعل به ما يشاء سبحانه فكما أن الرضيع يسلم نفسه لأمه تفعل به ما تشاء ولا يعترض عليها في أي شيء تعطيه ولا أي شيء تسقيه فكذلك صاحب التوكل قوي مع ربه إنه يقبل كل شيء من ربه فكيف لا يطمئن فإن قلت لي طيب ماذا أفعل كي لا أقلق ببساطة قوي توكلك طيب كيف أقوي توكلي آه هذا سؤال مهم سوف يقوى توكلك على الله بحسب ما تعرف عن الله الآن إذا حدثتك بهذا المثال لو حصلت مطبات هوائية في الطائرة لماذا تجد بعض الركاب يقلقون تتغير وجوههم ربما يصرخون أو يبكون بينما الطاقة من الطائرة من المضيفين وقائد الطائرة لا يحسون بأي قلق بل يخدمون ركاب ويضحكون فيما بينهم وكأن شيئا لم يكن لماذا لأن عندهم من العلم بقدرات الطائرة وكيفية صناعات الطائرة والتدريب يتدربوا عليها ما يجعلهم يعرفون أن هذه المطبات الهوائية لن تسقط الطائرة نعم الضباب قد يكون مشكلة لقاعد الطائرة طيور لتدخل في المحرك قد تكون مشكلة أو العواصف مثلا لكن المطبات الهوائية ليست خطرا على جسم الطائرة يحدثنا أحد طيارين يقول لا توجد طائرة في التاريخ سقطت بسئل المطبات الهوائية هم يعرفون هذا جيدا لكنك أنت لا تعرف و لهذا أنت تخاف و هم لا يخاف كذلك هنا بعض الناس يعرف عن الله ما لا يعرفه غيره و لهذا يطمئن أكثر من غيره و هل الله تبارك و تعالى أسرار يعرفها بعض المسلمين و لا يعرفها الآخرون لا ليست أسرارا لا ليست دين أسرار كلها موجود في الكتاب والسنة لكن هل قرأتها هل تدبرتها هل طبقت آثارها فكما أن الناس ليسوا بمتساوين في الإيمان فهم أيضا لا يتساوون بمعرفتهم عن الله فماذا تعرف عن ربك ماذا تعرف عن إلهك العظيم الجليل معنا في الحلقة القادمة إن شاء الله